لا شك أنه في البعد العسكري هناك انهيار كبير جدا لقدرات النظام على الصمود ميدانيا وهذا اندل على شيء فإنما يدل على أن الحاضنة الجماهيرية والتلاحم بين النظام وبين الشعب غير متحقق وهذه معادلة مهمة جدا لأسيما نشهد الحقيقة متغير الشرق وسطي تفعل فيه أدوار الشعوب واستقلالية قرارها حتى في مسألة اختيار نظامها السياسي واختراب النظام السياسي هو الذي جعل المؤسسة العسكرية في حالة خواء وعدم امتلاكها لرصيد جماهيري وحاضنة شعبية ومعنويات منخفضة فحصل هذا الانهيار ففي تقديري أنه النظام لم يعد يمتلك أوراق لكن ألا تعتقد يا دكتور أن هذه الحاضنة كان قد فقدها قبل حوالي أكثر من عقد من الزمن منذ بدء قوات المعارضة في 2011 بمحاولة إسقاط النظام نعم بالحقيقة كان قد خسر من رصيده الجماهيري الشيء الكثير ولكن كان هناك معززا ببعض القناعات المحلية مدعوما بدور الفصائل العابرة للحدود والموالية لإيران وكذلك الدعم الجوي والدعم من قبل روسيا الآن بدأ يفقد كثير من العناصر الموقف الروسي واضح جدا أنه خضع إلى تسوية بينه وبين الولايات المتحدة في تقاسم مناطق النفوذ وبالتالي اختار أن تكون هناك مرونة في الميدان الروس السوري للنفوذ الروسي في سوريا مقابل مرونة سيحظى بها في معادلة أوكرانيا والحديث للرئيس ترامب عن أنه سيحسم الحرب في أوكرانيا على وجه السرعة يدلل على أن هناك مقدمات لحوار جرى ضمن بين بوتين وبين ترامب في تسوية شرق أوسطية مقابل أوكرانيا وفي تقدير ما يجري في الميدان يرجح هذه الفرضية فإذن النظام خسر أوراق الفصائل التي كانت ساندة الحسار الدوري الإيراني بشكل كبير جدا العزوف الجماهيري للشعب وتكاتفه في تبني رغبة التغيير وكذلك خسارة الدوري الرؤوسي لذلك في هذه المرحلة نرى أن الساعات ولربما أيام معدودة سينهار النظام بشكل كامل وسنشهد نظاما جديدا في سوريا يتناغم والمتغيرات الشرق أوسطية التي ستؤسس إلى نظام إقليمي جديد